على سبيل المثال صدر طن من البلاستيك من حبيبات البلاستيك بألف دولار وترجع تستورده من الصين أو من مكان آخر ب16 ألف دولار الوظائف صارت في الخارج الإيرادات صارت بالخارج وبالنتيجة أمان لم تستفاد عدى حرقة الغاز وبالنتيجة القيمة راحت إلى هناك وتصرف أموالها في إعادة استيرادها كمنتجات لذلك عملنا مع وزارة التجارة والصناعاء على تحديد كيف ننمي قطاع الصناعات في الشقة السفلي داونستريم اندستريز ولذلك حددنا ما هي المتطلبات الممكنات التي يحتاجها وعد هذه الممكنات أنت تقدر تشتري مكاين ومعدات مثل مكاين حقن البلاستيك لكن ماذا تنتج؟ هل تنتج نفس المنتجات في الصين؟ ما تقدر تنافس لأنه الكلفة التشغيلية هنا أعلى من الكلفة التشغيلية في الصين إذن لازم تعمل على شيء ما يسمى بالابتكار ابتكار المنتج هنا ثم تصنع أدوات الإنتاج هنا من قوالب وأدوات إنتاج وبالنتيجة تصنع المنتج وتغرق السوق ترجمة نانسي قنقر